جدد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الراسخ والدعي إلى حتمية التعامل بشكل فوري ومسؤول مع الأزمة الإنسانية المتفجرة في قطاع غزة وضرورة تكاتف الجهود الرامية للحيلولة دون امتداد رقعة الصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها وقلال تصال هاتفي تلقى من نظيره البولندي راتزولاف سيركوسكي أكد وزير الخارجية ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن دون أي تعوائق لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق داخل القطاع مجددا رفض مصر التام لأية عملية عسكرية فيه رفح الفلسطينية نظرا لتداعيتها الإنسانية الخطيرة من جانبه أشهد وزير الخارجية البولندي بما تقوم به القاهرة من جهود حثيثة على كافة المستويات ومع مختلف الأطراف وذلك لحل حالة الأزمة الرهينة التي يشهدها قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر